إعادة تأهيل السجين ودمجه في المجتمع ليصبح عضواً نافعاً فيه هدف هذا البروتوكول الموقع بين وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان وإحدى مؤسسات المجتمع المدنية نحن نقدم في البروتوكول كل الأبحاث الخاصة بإعادة تأهيل ودمج السجناء نقدم أول مركز استضافة للسجينات المفرج عنهم في مصر بيتم في محافظة الشرقية نقدم فرص تمكين اقتصادي للسجناء السابقين البروتوكول النهاردة هيحدد فئة معينة اللي هما السجناء اللي قبل الإفراج بثلاث أشهر في خلال فترة الثلاث شهور السابقة على الإفراج أو السجناء اللي تم إفراج عنهم بحد أقصى لمدة سنة هنا بيجي فكرة الشركية بين المجتمع المدنية من وزارة الداخلية في التمهيد لهذا الجهد عشان يكون قادرين على استيعاب هؤلاء الناس اللي هما ممكن يبقى من مدنة العقوبة لكن هما بحاجة لعدى الدمج الاجتماعي وبحاجة أيضا إلى فكرة الاستمرار في الحياة في المجتمع على وطيرة معتدلة